انضموا علينا من باريس أستاذ العلاقات الدولية دكتور خطار أبو دياب أهلا وسهلا بك إلى سكاي نيوز عربية دائما التصعيد هو ما يحكم المعارك والتصريحات في أوكرانيا وروسيا التصريحات الرئيس بوتين هنا باستخدام نفس الذخيرة التي تحوي يورانيوم منظب إذا ما استخدمها الجيش الأوكراني جاءت مبكرة برأيك هل بوتين قلق فعلا من هذه الذخار وبالتالي يريد التحذير مبكرا لمنع وصولها إلى الجيش الأوكراني تحياتي أهلا بكم بفريق العمل وبكل من يتابعنا سبق لروسيا أن حضرت بريطانيا إثر قرار لندن تزويد دبابات الشرينجر كما قلتم بهذه القدائف الهامة التي سبق أن استخدمت حتى في حرب البلقان ويومها الكثير من الجنود الإيطاليين شكوا من عبارة كبيرة وبالفعل في العراق كان في 1991 أو 2003 كان هناك استخدام لهذا اليورانيوم منظب المقلق الآن أنه في هذا اليوم أيضا بيلاروسيا أكدت نشر الأسلحة النووية التكتيكية الروسية على أراضيها أي أن مستوى التصعيد عند الجانبين يأخذ مدى كبير ليس فقط لندن بل واشنطن ستزود أوكرانيا بهذه القدائف المتطورة وموسكو عندها الكثير من هذه القدائف وهذا سيعني دمار بالنسبة للبيئة في أوكرانيا وسيعني ضرر بالنسبة للأشخاص وسيعني أيضا خطورة الانزلاق في استخدام مزيد من الأسلحة الخطرة من هذا النوع طيب الآن في الحديث أيضا عن أنه أوكرانيا بدأت بالفعل هجومها المضاد هكذا يقدر الدعي الروس يعني ويقولون بأن هذا الهجوم فاشل حتى الآن لذلك أوكرانيا لا تريد الإعلان عنه وهناك تقارير تقول أن الطائرات المسيرة الإيرانية التي حصلت عليها روسيا وطورتها في الفترة الأخيرة بدأت يعني تغير موازين القوة على خط الجبهة برأيك ما الذي يحدث فعليا في موضوع الهجوم المضاد الأوكراني يعني مصادر متقاطعة من عدة عواسم غربية تؤكد بدء هذا الهجوم المضاد أي أن الرواية الروسية هي الأقرب إلى الصواب حتى كياف اعترفت بسلسلة هجمات خاصة في المناطق قرب بخموت في المناطق قرب محطة نووية في زابوروجيا وغيرها وعلى ما يبدو كل ما أعلنته أوكرانيا حتى الآن نوع من إعادة سيطرة على عدة قرى لا أكثر أي أن الزخم الذي حصل به الهجوم الأوكراني المضاد في سبتمبر الماضي الذي أتاح استرجاع مدينة خرسون المهمة في الجنوب أو محيط خاركوف لم يحصل حتى الآن بمعنى أن الروس استخلصوا دروسا من هذه الحرب وأن الأسلحة الدقيقة بالإضافة إلى المسيرات إن كانت إيرانية أو غير إيرانية ساهمت فيما تسميه روسيا مصيدة كبيرة للدبابات الغربية وصدرت عدة فيديوهات تصور دبابات ألمانية أبرامز دبابات إذن كل هذه مناظر شبه مؤكدة لكن الحرب فيها دوما كر وفر عندما هاجمت الدبابات الروسية أيضا كياف وغرب أوكرانيا كان هناك مسيرات تركية نجحت أيضا عند أوكرانيا في ضرب هذه الدبابات دوما من يهاجم هو من يخسر أكثر ولكن مما لا شك فيه هناك نكسة لأوكرانيا ونوع من الأول مرة عندما يظهر الرئيس بوتين عدة مرات خلال أسبوع هذا يعني أنه مطلئن إلى سير مصار المعركة يبدو في ثقة أكبر هنا نلاحظ أنه فعلا تغيير سير المعارك والحرب النفسية التي تتلاها لصالح روسيا ظهر مع انسحاب عنصر فاغنر يعني لم نعد نتحدث عن بخموت ودور فاغنر فاغنر تسببت بمشاكل نفسية أكبر ربما للجيش الروسي الآن موقف الدفاع كما ذكرت حضرتك يعني يضع كفة روسيا أقوى وأعلى هل هذا ما يريده الغرب؟ يعني بالنسبة للغرب الداعم لأوكرانيا والذي يريد الوصول إلى المفاوضات بعد أن تقوى يد أوكرانيا يعني هذا سؤال هام جدا الغريب العجيب أن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي يقول لن تبدأ المفاوضات حول أوكرانيا إلا بعد انتهاء الانتخابات الأمريكية أي أنه يريد أن تنتظر أوكرانيا وأوروبا والعالم إلى ما بعد نوفمبر 2024 وهذا وقت طويل جدا ماكرون الرئيس الفرنسي أيضا يقول أن الهجوم الأوكراني المضاد بدأ وسيستمر لعدة أشهر أي أننا عمليا أمام اعتراف غربي بأن هناك حرب استنزاف من أجل إتاحة المجال لأوكرانيا لكي تحقق نقاطا في هذه الحرب لكن من الواضح بالنسبة لي أن هذه الحرب لن يكون فيها منتصر وإذا لم يكن هناك من اعتدال من جانب بشكل خاص الأمريكيين وأن لا يخوض الرئيس بايدن معركته الانتخابية من خلال حرب أوكرانيا يمكن للانزلاق أن يصبح أخطر بمعنى أو بآخر ترك هذه الحرب تطول تركها لسنوات إضافية لأشهر إضافية سيزيد من منسوب الخطر ويزيد من أزمات العالم اليوم لوح بوتين من جديد بوقف العمل باتفاق الحبوب إذن أزمات في الأمن الغذائي وفي الطاقة يمكن أن تعود هذا الشتاء في أوروبا كان معتدلا ليس بالضرورة أن يكون في العام المقبل كذلك حتى أوروبا يمكن أن تعاني من جديد نظرا لأثار حرب أوكرانيا أشكرك شكرا جزيلا ضيفي من باريس أستاذ العلاقات الدولية دكتور خطار أبو دياب